اشتركوا في القناة اللي رح تنتقل من برج العقرب لبرج القوس طبعا القمر الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 57 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء 16-11 لينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر بما أنه موجود في برج الأسد معناته الناس يعني ما زالوا الناس اللي بنتعامل معهم من حولنا في هاي الفترة بيكونوا أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنا أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية اليوم آخر يوم لإلها هي بتزيد من قوة الحدث عنا وقدرتنا على النقد وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم ثمنتاشة إحدى عشر هذه الزاوية بتزيد من الخيال الخصب وخصوصا الأشخاص اللي رح يستفيدوا منها اللي بيشتغلوا في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهي تأثيراتها لغاية يوم سبعتاش إحدى عشر وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل طريقة التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كما إنها بتسهل من قدرتنا على إقناعهم حتى ولو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل هاي الزاوية كمان بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات الصلاة بذلك خصوصا في مجالات الفن والديكور أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وتأثيراتها لغاية يوم ثمانية وعشرين احدى عشر وهي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم اثنين وعشرين احدى عشر هاي بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها وكما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس منفصلة وتأثيراتها لغاية يوم ستعاش احداش هاي بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب لبعض الأشخاص في بعض الأوقات الإحساس بالكآبة أو الميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وهي طبعا تأثيراتها لغاية يوم ستة وعشرين احداش بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي وهي برضو ممكن أن تخلينا نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة وبتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية المدمرة كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية تربيع سلبية منفصلة وتاثيراتها لليوم آخر يوم لإلها هاي الزاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوح حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبدل كذلك على اضطرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة بالنسبة للزاوية اللي اليوم طبعا رح تتشكل أو اليوم ذروتها أول زاوية هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهي طبعا ذروتها الساعة ثلاثة وسبعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات الظهيرة من واجه مصاعب عرقي اللي بتتطلب منا أن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي طبعا انتقال الزهرة إلى القوس طبعا الانتقال رح يكون الساعة ستة وثمان دقائق صباحا من صباح اليوم رح ينتقل الزهرة من العقرب للقوس في تمام الساعة ستة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينتش ورح يضل الزهرة موجودة في برج القوس لغاية يوم 10-12 الساعة ثلاثة واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش طبعا أكثر المستفيدين في هاي الأمور أو في هاية ذا الانتقال هم الأبراج النارية والأبراج الهوائية طبعا كل الشرح لهذا الانتقال موجود في حلقة موجودة على القناة إلها كم يوم بإمكانكم ترجعوا لها وتسمعوا تأثيراتها وفوائدها لجميع الأبراج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي ذروتها الساعة 12 و11 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعة المساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الشمس وهي ذروتها ساعة وحدة و 26 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش تخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري طبعا دروتها اليوم الساعة 43 و 42 دقيقة بعد العصر طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 18-11 هذه الزاوية بتخلينا نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أن هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى الكثيرين من الأبراج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي دروتها ساعة 11 و 55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات مساء يوم الأربعاء وبتستمر لغاية صباح يوم الأربعاء بعض الأشخاص لصباح يوم الخميس بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية الطبع بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 11 و 55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الأربعاء ورح يستمر لغاية الساعة 1 و 3 دقائق صباحا أي تقريبا مدة خلو المسار ساعة 10 دقائق تقريبا لا ينتقل القمر بعديها لبرج العدرة هذا في يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوم مناسب لعالجراء العمليات الجراحية ولكن أكثر الأعضاء حساسية هذا اليوم اللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل طربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة إجراء عمليات جراحية لإلها طبعا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره 22 يوم في تمام الساعة 8 و57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمره 23 يوم نسبة الإضاءة بتصير 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 70% القمر في الأسد حتى يوم 17-11 منتحس الآن هو بنسبة 40% موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الثلاثاء عند منتصف الليل الثلاثاء على الأربعاء بصير منتحس بنسبة 25% ساعات صباح يوم الأربعاء بصير منتحس بنسبة 75% ساعات ظهر يوم الأربعاء بصير منتحس بنسبة 50% وفي ساعات المساء المتأخرة من يوم الأربعاء بصير منتحس بنسبة 25% عطارد في العقرب حتى يوم 17-11 سعيد بنسبة 100% الزهرة في العقرب ورح تنتقل للقوس ورح تضل بالقوس لغاية يوم 10-12 هي الآن سعيدة بنسبة 70% في ساعات مساء اليوم الأربعاء بصير سعيد بنسبة 45% المريق في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجح حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وغضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة وإيجابية وبتنجحوا بحملة أو للترويج لشيء معين وحاول أنك تكون جريء في الطرح اليوم الطاقة عالية جدا وعند قدرة عالية جدا على الإقناع بتتصار على الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض كنت بتنتظره في الأيام الماضية ولكن في ساعات العصر بدك تنتبه وما بعد من سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأبناء برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة بتلمس نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي حاول أنك تتخلى عن موافق المتحفظة والمتصلبة وتجنب العمليات الجراحية للأعضاء اللي ذكرناها اللي إلها علاقة بالقلب والشرائين وحاول أنك تأخذوا فترة متقطعة من الراحة استشير طبيبك إن شعرت بشيء غير اعتيادي ولكن هو الأغلب أنه التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة العمر الصحي لدى القليلين جدا من مواليد برج الثور اللي بيكونوا بحاجة للرعاية برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار طبعا اليوم رح تطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسوليات على أنواعها أهمش إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحليب الليونية والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك الزيارات والتنقلات عندك نشاطات عالية وقدرة عالية على الإقناع والحوار حتى على مستوى الامتحانات هذا يوم مناسب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أو مطالبة بحقوق أو سداد بعض الفواتير أهم شنكو ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شنكو تتفاعلوا وتتحركوا بأي اتجاه إلو علاقة إما بالمكاسب المالية أو إلو علاقة بحلول مالية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية أكثر فأكثر وبتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعا من مركزكم الاجتماعي اليوم بإمكانك أنك توضح وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك وبتشعر بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة وممكن اليوم تبدأ صفحة جديدة في حياتك وهاي الصفحة راح تكون مميزة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا التعب ما زال مسيطر عليكم لغاية يوم الخميس فعشان هيك بدكوا تحاولون اليوم تضبطوا عصابكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهودة أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير وحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك وابتعد عن الضجيج والصخب وحاول أنك ما تحسم أي قرار لأنه لأجواء ما راح تكون لصالحك وحاول أنك ما تكون لجوج لأنه ممكن يخذلك الحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة بديها عالية جدا وقدرة على الإقناع ممتازة جدا بتحدد اليوم توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى التوجهات السياسية وبتعرف لقاء داعم لإلك أهمش أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي بثقة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم رح تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وممكن اليوم تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم جيد أيضا للامتحانات الجامعية بعضكم ممكن يسافر في رحلة أو يفرح لانفراج أو تسوي مهمة ابتهتموا بهواية جديدة الحيوية عالية ورح تكون متحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك قدرة عالية جدا على التواصل مع المحيط بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن اليوم تناخشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة فعشان يك بدك تعالج الشؤون العائلية المهمة اليوم وبرضو رب بدك تهتم بالأمور المالية بشكل ممتاز برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف تاني عشان هيك بتكوا تحاذروا اليوم من الخلافات وما الضخم الأمور لأن القمر ما زال موجود مقابلكم فعشان هيك هذا بيخليكم مرهفي الإحساس ومتوترين وممكن يسبب لكم بعض القلب فبتكوا تحاذروا من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجكم متقلب وعندكم عصبية وهذا الشيء ممكن يعني شوي يثير بعض النفور خصوصا مع الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا فعشان هيك بتكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك فبرضو بتكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم لا تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت حاولوا انكوا تراعوا ظروفكم الصحية وتكونوا دقيقين ومنظمين ومراعيين لظروفكم ومعنوياتكم أهم شيء حاولوا أنه ما يصير أي مواجهات ما بينكم وبين زملائكم بالعمل يعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم من خلال عملهم هيك بنكون تهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر